مبروك النهاردة النادي الاهلي كان بيسعى لأول حصد ثلاث نقاط قدر النهاردة يحصد أول ثلاث نقاط بنتيجة كبيرة ربعية وخلق فرص كتير وكان ممكن هدفك تكون أكتر مجمع المباراة الأداء راع من النادي الاهلي أكيد طبعا مبروك للنادي الاهلي مبروك للعيبة طبعا مبروك للجهاز الفني أول ثلاث نقاط في دور المجموعات كان مهم زي ما تكلمنا قبل المباراة المكسب أداء ولا أفضل من كده في الشوت الأول استقلال الفرص تعاون ما بين اللعيبة إحراز أهداف رجوع كهرباء للتهديف تدينه معنويات أعلى من مكاسب المباراة دايما المباراة تسمى فيها إيجابيات وسلبيات إيجابيات المباراة كتير للنادي الاهلي كهرباء بداية مجد أفشا خالد عفتاح والكروس بتاع الجن الرابع ممكن كان فيه نقطة سلبية تكلمنا جزء إيجابيات تكلمنا على جزء سلبية بعد الهدف الرابع بدأنا من الديها 55 السلبية علشان نخلي بالنا للفترة أه طبعا بدأنا خلاص المباراة تبقى أسهل بعد أربعة واحد مباراة تروح للأسهل في ضرب باروكنية دخل مرمونا الهدف الثاني وبعدها كمان بديها فرصة كمان خطيرة لأبتجان زور أكتر من لعيب الأبتجان وأنا قلت لك حتى وإحنا بدأت فرعي على المباراة أربعة واحد أو أربعة اتنين والموضوع بالنسبة لهم سهل الناس بتلعب كورة وواضح أن الفرة هو ما عندوش أي ضغوط أن أنا خسران أربعة فأنا خايف وتلاقي الموضوع يفتح أكتر لا ده بيلعب كورة سهل وواضح أنه بيعرض لعيبته بلغة الكورة اللعيبة موجودة بشكل كبير صغيرة في السن اللي الاحتراف سواء في أوروبة أو في الدول العربية لكن مكسب مهم للنادي الأهلي ثلاثة بونت في بداية المشوار المتشاط اللي جاي عايزين الليفل هيعلى نتدرج شوية جزء الأخطاء اللي حصل في الشوط التاني مع تركيز أعلى للعيبين لكل الخطوط والجزء برضو من سلبيات أنت بتحولها إيجابيات في الوقت اللي أنت فيه مش مستحوذ على الكورة والفريد التاني بدأ يخش معك في اللعب أنت اللي بتروح للجون وانت اللي بتضيع كان فيه أكتر من كورة شكنا ودي طبعا مع كابتن ناصر ان شاء الله شكنا شكنا في حاجات كتير كانت ممكن تودي المباراة لحاجة نتيجة أكبر طبع كور كتير مش أوف سايت ودخلات من حمل الرايا سواء كان في الشوط الأولاني أو في الشوط التاني كان ممكن تخلي المباراة تروح لنتيجة أكبر يمكن عدم وجود الفار برضو بيسهل الأمور أنت شايف أي شك فالرايا بيرفع على حالات التسلل ودي سهلا كانت تخلي المباراة تروح في مكان تاني وأكيد كابتن ناصر يتكلم فيها باستفادة ترجمة نانسي قنقر